سبحانه وتعالى يقول لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مقالش حاجة تاني والمغفرة لا تأتي إلا بالاستغفار والاستغفار يأتي لك بكل ما تشتهي في هذه الدنيا الاستغفار يأتي لك بالربح في عملك الاستغفار يجعل لك البنين والبنات الاستغفار يذهب عنك الكرب والهم والغم الاستغفار يأتي لك بثمار العمل سواء في الزرع أو الصناعة أو التجارة الاستغفار سبب الهداية الاستغفار مفتاح الباب الذي تدخل به إلى عفو من الله الغفور الرحيم الغفار غافر الزنب قابل التوب ولا تنسى أنه شديد العقاب زو الطوم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى مغفرة من ربكم هنا بقى لنا وقفة لأن بيقول من ربكم ما قالش إلى مغفرة من الله لا من ربكم لأن كلمة رب معناها الذي تكفل بالرزق والأجل والتدبير وتصريف الأمور وتهيئة هذه الحياة ولذلك عندما تؤدب ولدك ويكون بعد ذلك صالحا في المجتمع يقولون هذا إنسان رباه أباه ربنا سبحانه وتعالى جعل أبوه ربيه بس بفضل من مين من الله ما لك من تربي قال من عند ربي